بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أبناء وبنات الأعزاء طلاف الشهادة الإعدادية أهلاً ومرحباً بكم مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم إن شاء الله حلقتنا اليوم سوف تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو الدرس الثالث من المشتقات بعنوان اسم المفعول والجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله سيكون تدريبات على الفصل الحادي عشر بعنوان استعداد للقتال نبدأ أولاً بالمشتقات طيب تعالوا كده من فضلكوا درسي النهاردة اسم المفعول من الفعل السلاسي الصحيح طيب إحنا عندنا اسم المفعول هو من الدروس المهمة جداً اسم المفعول مليء بكثير من التفصيلات والجزئيات عشان كده إحنا قسمنا اسم المفعول إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول هو اسم المفعول من السلاسي الصحيح والجزء الثاني اسم المفعول من السلاسي المعتل وأخيراً اسم المفعول من الفعل غير السلاسي إن شاء الله في حلقتنا اليوم سوف نكتفي بالاسم المفعول من الفعل السلاسي الصحيح طيب تعالوا كده مع بعض نتناول تعريف اسم المفعول اسم المفعول كما ذكرنا من المشتقات يبقى اسم المفعول هو اسم المشتق مأخوذ من لفظ الفعل المبني للمجهول ليدل على ما وقع عليه الفعل وهنا في نقطة مهمة جداً من فضلك نركز فيها اسم المفعول هو المشتق الوحيد من جميع المشتقات الذي يصاغ من الفعل المبني للمجهول وليس من الفعل المبني للمعلوم تمام؟ طيب فعندما نقول مثال الدرس مفهوم أو اللبن مشروب فكلمة مفهوم تدل على ما وقع عليه الفهم وهي مأخوذة من الفعل فهمة أم فهمة من الفعل فهمة طبعاً أخذنا كيفية بناء الفعل المجهول في الصف الأول الإعدادي في درس نائب الفاعل طيب قلنا هنا الدرس مفهوم يبقى كلمة مفهوم إذا أردنا أن نعبر عن الدرس أقول الدرس مفهوم وليس فاهم مثل اسم الفاعل ولكن الدرس هو الذي فهمه إذا مفهوم تدل على من وقع عليه الفعل اللبن مشروب كلمة مشروب تدل أيضاً على ما وقع عليه الشرب وهي مشتقة من الفعل شريبة طيب تعالوا نتناول طريقة صوغه اسم المفعول مثل اسم الفاعل تماماً له طريقتين في الصياغة من الفعل السلاسي ومن الفعل غير السلاسي من الفعل السلاسي يصاغ على وزن مفعول تمام عندما نقول شريبة أقول مشروب عندما أقول أخزة أقول مأخوز يبقى كلمة مشروب أو مأخوز اسم مفعول يدل على ما وقع عليه الشرب أو ما وقع عليه الأغز ده كده اسم مفعول من السلاسي طيب من غير السلاسي نأتي بالمدارع ثم نقلب حرف المدارع ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر نفتح ما قبل الآخر مثال عندما نقول المعلم محترم من طلابه المعلم محترم من الطلاب كلمة محترم تبدأ بمي مضمومة وقبل الآخر حرف الراء هنا مفتوح يبقى محترم المعلم هو الذي احترم من الطلاب بكده اسم مفعول وده إن شاء الله في حلقة قادمة سوف نتناوله بالتفصيل إن شاء الله يكون تركزنا على الفعل السلاسي الصحيح اليوم طيب تعالوا معنا كده نذكركم بأنواع الفعل الصحيح أنواع الفعل الصحيح وده لسنا أيضا في الصف الأول الإعدادي ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف الفعل السالم مثل كتبة اللي هو خلا من الهمز وتضعيف مثل الفعل سمعة أو الفعل درسة المهموز هو الذي يبدأ بهمزة في الأول مثل أكلة أو الوسط مثل سألة أو الآخر مثل قرأة أما المضاعف السلاسي هو الذي يكون سالس ثانيه مثل سالسه اللي هو مثل الفعل هده هده أصلها ها دا دا يعني مقونا من الها ثم الدال ثم الدال مثل دل أيضا أو الفعل إيه شد دي كده أمثلة لنماذج الأفعال الصحيحة كاملة التي سوف نتناولها إن شاء الله في هذه الحلقة طيب تعالوا كده نتناول بعض الأمثلة لإسم المفعول من السلاسي مثال إذا طلب مني وقال ها ها اسم مفعول من الفعل كتبة الفعل كتبة دا سلاسي يبقى كتبة أجيب الكاف والته والبي يبقى كاتبة وأضع أمامي كلمة مفعول يبقى هنا ما أقوم به أزيد حرف الميم في أول الكلمة وحرف الواو قبل الآخر طبعا هي ميم مفتوحة يبقى كتبة هيبقى مكتوب طيب سمع أو المسموع علم معلوم أكل مأكول طب أمر مأمور طب أخذ مأخوز طب سأل مسؤول طب شأم مشؤوم طب رأس مرؤوس قرأ مقروء بدأ مبدوء وعندي نشأ منشوء تمام؟ وعندي دلة دلة هنا اللي بيحصل مع دلة هنا الحرف اللام مضاعف عند اتيان باسم المفعول نقوم بفك التضعيف يبقى دا لا لا دا لام لام ونضع ميم في أول ميم مفتوحة في الأول ووو قبل الآخر طب قبل الآخر في لام اتنين لام هضع الوو هنا في وسط اللامين تبقى مدلول طب الفعل ردة يبقى مردود الفعل هدة هيبقى مهدود طيب دي النمازج لو طلب هو مني وقال لي هات اسم المفعول من الفعل وقابوا لي فعل عادي كده مبني للمعلوم طبعا أنا بحاوله إلى لفظ اسم المفعول اللي هو على وزن المفعول طيب لكن في معلومة مهمة جدا في غاية الأهمية لو جاب لي اسم المفعول في القطعة وقال لي أسكر فعله لازم أجيب الفعل يكون مبني للمجهول وليس مبنيا للمعلوم لأن الفعل اسم المفعول يكون مبنياً للمجهول طيب تعالوا كده نذكركم كيف نحول الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول تعالوا تفضلوا معنا كده لتحويل الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول وذكركم كده مثال عندما أقول شرح المعلم الدرس ده كان في مثال في الصف الأول الإعداد شرح المعلم الدرس شرح فعله ماض المعلم فاعل مرفوع علامة رفيه الضم الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبي الفتح فعل وفاعل ومفعول ما الذي شرحه؟ المعلم إذن الفعل للشرحه هنا مبني للمعلوم لأن فاعله معلوم طيب إذا أردنا بناء الفعل المجهول ماذا كنا نفعل؟ أولا كنا نحزف الفاعل اللي هو المعلم الفعل الماضي إذا كان الفعل الماضي صحيح كده نضم أوله ونكسر ما قبل آخره بالشكل ده والدرس اللي هي مفعول به منصوب هيتحول إلى نائب فاعل مرفوع هتبقى الدرس نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم يبقى الشريحة الدرس طيب تعالوا كده نشوف أمثلة لكيفية تحويل الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول طيب تعالوا كده يا شباب الفعل كاتبة كاتبة فعل السلاسي صحيح تمام وهنا مبني للمعلوم عشان هو عادي كاتبة عند بناء الفعل المجهول هنضم أوله ونكسر ما قبل آخره يبقى كوتيبة نضم الكاف ونكسر ما قبل الآخر هو التاء يبقى كتبة هتبقى كوتيبة طيب الفعل سمعة هتبقى سمعة الفعل عليمة هيبقى عليمة يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا جاء اسم المفعول أقول الدرس معلوم أو الدرس مسموع وقال لي استخرج اسم المفعول هقول له مسموع وقال لي أذكر فعله أذكر فعله هنا لازم أجيب الفعل المبني للمجهول أقول فعل أو الفعل اسم المفعول هو مسموع فعله سمعة وليس سمعة تمام؟ دي نقطة مهمة جدا طيب تعالوا كده مثال الفعل أكل يبقى أكل أمر أو الأوميرا المبني للمجهول أخذ أوخيزا طيب تعالوا كده مثال الفعل سألة سألة عند ضم أوله وكسر ما قبل آخره نلاحظ أن هناك تغييرا ترأى على الفعل الفعل سأة لا سأة الهمزة هنا تكتب على الألف عشان هي مفتوحة لكن عندما أقول سوءي لا سوءي أكثر الهمزة على طول الهمزة تتحول من همزة فوق الألف إلى همزة على النبرة يبقى إذن كلمة مسؤول كله إنسان مسؤول عن عمله مسؤول ما الفعل مسؤول هل هو فعله سألة أم سئلة طبعا سئلة اللي هو مبني للمجهول تمام أقول شائمة أقول شؤيمة أقول رأسة أقول رؤيسة أقول الاجتماع مرؤوس بمديري يبقى مرؤوس فعلها رؤيسة طيب عندي بعد كده قرأة أقول قرئة عندما أقول الدرس مقرؤ كلمة مقرؤ فعلها كريئة وليست قرأة لأن اسم المفعول فعله ليس مبنيا للمعلوم يعني فعله مش عادي اسم المفعول فعله مش عادي لازم يكون مبني للمجهول تمام بدأ أقول بودئة وعندي نشأة أقول نشأة طيب دل دل ورد هتبقى رد وهد هتبقى هد دي كده نمازج لكل تحويلات الفعل السلاسي الصحيح هنترجزنا اليوم على الفعل الصحيح إن شاء الله المعتل وغير السلاسي سوف نتناوله في حلقات قادمة إن شاء الله طيب تعالوا كده معنا نتناول بعض نمازج لإسم المفعول داخل بقى الجملة في الجملة كاملة طيب المثال الذي أمامنا هذا التاجر معروف بالأمانة هذا التاجر المعروف بالأمانة طيب حبيبي عند البحث عن إسم المفعول لابد أن أبحث عن كلمة على وزن مفعول من السلاسي الصحيح طيب أين الكلمة التي على وزن مفعول أمامنا هذا أم التاجر أم معروف أم الأمانة طبعا كلمة معروف على وزن مفعول تمام ممتازين يبقى اسم المفعول هنا هيبقى معروف طبعا هيبقى فعله عرفة أم عريفة طبعا لازم يكون عريفة طبعا وزنه على وزن مفعول ونوعه طبعا من الفعل السلاسي الصحيح طيب تعالوا نتناول مثال آخر التدخين ممنوع هنا التدخين ممنوع هنا كلمة ممنوع طبعا على وزن مفعول تمام فعلها منع أم منع منع تمام لأن التدخين ليس هو الذي منع ولكن التدخين هو الذي منع يبقى منع ده اسم إيه مفعول فعله منع طبعا سلاسي صحيح طيب تعالوا نتناول مثال آخر الدرس مكتوب بخط واضح الدرس مكتوب بخط واضح أين الكلمة التي على وزن مفعول؟ لا لا هذه كلمة مكتوب يبقى كلمة مكتوب هنا على وزن مفعول فعلها أيضا كتبة وعلى وزن مفعول طبعا سلاسي صحيح تعالوا نتناول مثال آخر كل إنسان مسؤول عن عمله كل إنسان مسؤول عن عمله أين اسم المفعول؟ نجد أنها كلمة مسؤول مهام؟ يبقى كلمة مسؤول فعلها سأل أم سئلة طبعا ممتزين هيبقى سئلة عشان اسم المفعول بيأتي من غير السلاسي أو من الفعل المبني للمجهول سلاسي صحيح طيب تعالوا نتناول المثال التالي الحق مردود إلى أصحابه الحق مردود إلى أصحابه كلمة مردود تمام مردود على وزن مفعول طيب فعلها أكيد طبعا ردة أضم حرف الرأ ردة تمام؟ وليس ردة لازم أضم الأول وأكثر ما قبل الآخر ولكن هنا عشان الفعل هنا ردة مضاعف لا تظهر الكسر طيب مثال آخر المقال مقرؤ من الكسيرين المقال مقرؤ يبقى كلمة هنا مقرؤ على وزن طبعا مفعول وفعلها كرأة أم كرئة طبعا كرئة على وزن مفعول ذا من السلاسي الصحيح تمام؟ طيب كده شباب احنا تناولنا اسم المفعول من السلاسي الصحيح وقلنا اسم المفعول يصاغ من الفعل السلاسي الصحيح على وزن مفعول وتناولنا أمثلة على كل أنواع السلاسي الصحيح السالم مثل كتب مكتوب والمهموز سواء مهموز الأول مثل أخذ أو أكل أقول مأقول أو مهموز الوسط مثل سألة أقول مسؤول أو قرأة تبقى مقرؤ وتناولنا أيضا المضاعف السلاسي مثل رد زكرنا أنه يفق تضعيف وأقول مرضود أو دل مذلور طيب تعالوا الآن معي نتناول بعض التدريبات على اسم المفعول من السلاسي وأيضا نتناول بعض التدريبات على المشتقين السابقين اسم الفاعل والصيغ المبالغة حتى نهتم بالتدريبات النحوية ونسبت المعلومة الفرق بين المشتقات السلاسي فضلوا معنا نتناول بعض التدريبات على اسم الفاعل والصيغ المبالغة واسم المفعول من السلاسي فضلوا معنا أبناء الأعزاء فضلوا معنا نتناول بعض التدريبات النحوية على المشتقات السلاسي قطعة المعنى اقرأ ثم أجب قطعة تقول يا أبناء العروبة إن لغة الضاضي اللغة العربية أفضل اللغات وهي جزابة وممتعة لكل محبيها غنية بمأصوراتها تعهد الله بحفظها فهي محفوزة بالقرآن الكريم والسنة النبوية فيجب على كل ناطق بها أن يكون معتزا بها حريصا على عروبته فخورا به طيب تعالوا كده السؤال الأول أعرف ما تحته خط طيب الكلمة الأولى أبناء أذكركم أولا أن جميع دروس المشتقات في هذا الفصل الدراسي كلها استخراجات ليست إعراب لذلك كل الإعرابات سوف تأتي مما سبق دراسته طيب يا أبناء العروبة عائزي نعلم كلمة أبناء كلمة أبناء يا أبناء العروبة هل تتذكرونها كلمة أبناء يا أبناء تمام؟ ممتازين يبا كلمة يا أبناء ده أسلوب النداء في الفصل الدراسي الأول يا أبناء أبناء العروبة أبناء نكرة والعروبة معرفة يبا إذن وهي نكرة غير منونا يبقى ده النوع الأول من النداء يبقى ده منادة مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة يعني منادة منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه منادة مضاف طيب إن اللغة إن لغة الضاضي اللغة العربية إذا أردنا أن نعرف كلمة اللغة تمام نتأمل أولا الجملة أمامنا إن لغة الضاضي اللغة العربية هذا هو الدرس الثاني من دروس الفصل الدراسي الأول درس البدل لغة الضاد اللغة العربية ها أقول الدكتور زويل وطننا مصر تمام كلمة وطننا يساوي كلمة مصر الدكتور هي زويل لغة الضاد هي هيا اللغة العربية طب هل نستطيع أن نحذف كلمة لغة الضاد ونقول إن اللغة العربية أفضل اللغات طبعا يبقى إذن اللغة العربية هي بدل مطابق من لغة طيب كلمة إن اللغة اللغة هي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة يبقى إذن كلمة العربية أو اللغة هتعرف بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة وطبعا نوع بدل مطابق طيب فهي محفوظة بالقرآن الكريم الكرآن الكريم ما إعرف كلمة الكريم الكريم طبعا هتبقى نعت مجرور وعلامة جره الكسر أن يكون معتزا يكون معتزا طبعا ذكرنا أن الإعراب هو فرع المعنى إذا أردنا أن نعرف أي كلمة لابد أن أأتي بداية الجملة يكون معتزا يكون فعل ناسا لو مدارة الفعل كان طيب يكون هو يبقى اسم يكون ضمير مستعد تقديره هو يبقى معتزا هتبقى خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة هذا سؤال الإعراب طيب تعالوا ننتقل إلى سؤال الاستخراج تماما استخرج من العبارة اسم فاعل لفعل سلاسي وآخر لغير سلاسي تمام أنا أتعمت أجيب هذه القطعة دي متوفر فيها كل الدروس المشتقات التي تناولناها في الحلقات السابقة في هذا الفصل الدراسي اسم فاعل لفعل سلاسي وآخر لغير سلاسي طيب إحنا هنا كيف نستخرج اسم الفاعل خلاص اسم الفاعل معروف من السلاسي أبحث عن كلمة على وزن فاعل طيب وغير سلاسي أبحث عن كلمة بتبدأ بميم مضمومة وكسر ما قبل الآح طيب إذا أردنا أن نبحث عن كلمة على وزن فاعل في هذه القطعة نجد أن كلمة ناطق كل ناطق يبقى كلمة ناطق على وزن فاعل يبقى إذن ده اسم فاعل لفعل سلاسي طيب كيف نستخرج اسم فاعل لغير سلاسي أيضا نبحث عن كلمة بتبدأ بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر وأيضا تدل على الشخص الذي يقوم بالفعل أو يتصف به طيب يا أبناء العروبة إن لغة الضاضي اللغة العربية أفضل اللغات وهي جزابة وممتعة ممتعة طيب كلمة ممتعة ممتعة من مضموم تمام وممتعة كسر ما قبل الآخر وأيضا المعنى تدل على أنها اللغة العرهية التي تمتعنا هي ممتعة يعني تقوم بالإمتاع يبقى إذن كلمة ممتعة اسم فاعل أيضا كلمة محبيها محب محب أيضا اسم فاعل لغير ثلاثي لأن فعلها أحب وممتعة فعلها أمتعة أيضا معتزا بها كلمة معتز معتز من الفعل اعتزة فعل اعتزة أيضا فعل خماسي ومشدد الآخر لو اعتزة مثل احتلة أو اهتمة كما ذكرنا أن الخماسي الذي ينتهي بحرف مشدد تبقى الشدة كما هي ولا نكسر ما قبل الآخر يبقى إذن معتز اسم فاعل لفعل غير ثلاثي طيب تعالوا نستخدم صيغة مبالغة وزنة طبعا أذكركم بأوزن صيغة المبالغة صيغة المبالغة خمسة أوزن فعال مفعال فعول فعيل فعيل فعال مفعال فعول فعيل فعيل يبقى إذن أنا أستخرج كلمة على هذه الأوزن الخمسة طيب إن اللغة العربية أفضل اللغات وهي جزابة جزابة فعالة يبقى كلمة جزابة على وزن فعالة يبقى دي استغطى مبالغة هذي كده أول حاجة هل في كلمة أخرى تعالوا نبحث سطر الأخير أن يكون معتزم بها حريصا حريص على وزن فعيل يبقى إذن حريص أيضا سيغة مبالغة من الفعل حرصة طيب فخور فخور على وزن فعول يبقى إذن عندي جزابة على وزن فعالة وأيضا حريص على وزن فعيل وعندي كلمة وعندي كلمة فخور على وزن فعول طيب أيضا اسم مفعول وبين فعله اسم مفعول طبعا احنا هنراكز على السلاسة الذي تناولناه منذ قليل اسم مفعول من الفعل السلاسة على وزن مفعول اين الكلمة التي على وزن مفعول نجد تعهد الله بحفظها فهي محفوظة محفوظة طبعا اسم المفعول مثل باقي المشتقات يذكر ويؤنس يقبل الالف واللام او يجمع وهكذا يبقى اذا كلمة محفوظة على وزن مفعول طيب بمأصوراتها مأصور ايضا من الفعل اسرة يبقى مأصور على وزن مفعول طيب لما اجي بيقول لي واسكر فعله مأصور فعله اسرة ام اسرة ملحظين اسرة طب محفوظة فعلها حفظة ام حفظة ملحظين حوفظة الفعل هنا مبني للمجهول دي كانت امثلة تدريبات النحوية على كل المشتقات التي درسناها حتى الان تمام؟ فضلوا معنا نستكمل حلقة فضلوا معنا كده يا شباب نحن تناولنا اسم المفعول واخذنا تدريبات عليه ننتقل الآن الى الجزء الثاني من علاقتنا وهو تدريبات على الفصل الحادي عشر طيب تعالوا كده السؤال الاول مع من تشاور السلطان في اختيار قائد الجيش وعلى من استقر طيب تشاور مع شجر الضر في اختيار قائد الجيش وطبعا وقع الاختيار على كما ذكرنا في الحلقة السابقة على الامير فخر الدين ابن شيخ الشيوه ما الخطة التي اعدها نجم الدين مع قائد الجيش الامير فخر الدين الخطة التي اعدها نجم الدين طبعا هي واحد حشد دميات بالاسلحة والزخيرة والاقوات نزول فخر الدين بالجيش على البر الغرب للنيل اللي يمنع تقدم الفرنج لدميات ايضا بعد كده ما الاخطاء التي ادت الى احتلال دميات في المعركة السابقة ايام الملك الكامل الاخطاء اللي حذر منها نجم الدين حذر الامير فخر الدين واحد ان دميات لم تكن مزودة بالسلاح الكافي طيب اوصى نجم الدين قائد الجيش باشياء وحذره من اشياء اخرى واحد اوصى ان يحارب ابتغاء وجه الله ليس لمجد شخصي يرفع الروح المعنوية للجيش يتقدمهم للموقف الصعب او الموقف العصيب ان يزود دميات بالسلاح الكافي طيب مما حذره قال اياك والشائعات يا فخر الدين وايضا قال له لا يردغ المؤمن من جحر مرتين يعني لا تجعل دميات غير مزودة بالسلاح الكافي طيب تعالوا كده لماذا كان الامير فخر الدين شديد القلق طبعا بعد بدء المناوشات طبعا لما بدأت المناوشات بسبب تأخر الحمام الزاجل تأخر رسالة السلطان بالاشتباك فطبعا أصابوا القلق وانتشرت الشائعات هل ضل الحمام أم مات السلطان طيب ما أصر رسالة على نجم الدين طبعا أول حاجة قرر أن يسرع بالجيش لأشموم تناح لشوالك في اختيار السلطان الجديد طيب أنا على فخر الدين طيب بعد كده ما نتيجة انسحاب فخر الدين من دميات على أهل دميات طبعا فزع أهل دميات وفروا من دميات هاربين على الفرنج أيضا قام الفرنج باحتلال دميات بكل سهولة على الشعب المصري أيضا غضبا شديدا وطلبوا محاكمة فخر الدين بسبب خيانته وفراره من المعركة على نجم الدين طبعا أمر بالقبض على فخر الدين ومن معه من القوات نتيجة طبعا فرارهم من ميدان القتال بتهمة الخيانة ديكة حبيبي تدريبات على الفصل 11 كده انتهت حلقتنا النهاردة أرجو أن أكون قد أفضتكم في هذه الحلقة إن شاء الله مع حلقات قادمة من حلقات اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته